بسم الله الرحمن الرحيم والسلامة والسلامة على رسول الله. المرحب لقالي الشتاء الدافئة. انا قاعد فوق بسويتشيرت. وطاحت انا قوي الشرط. فالمعضاء ايه? المعضاء جابد. ومتعملش كده. عشان الجو ساقع. عشان ما تجيش برد. تيجي في الكومنت بتقطع عيط. تقول لي اسطح انت عجلتلي برد. وعملتلي. وسوتلي. حصل بعي كيزة جريبة انا بهانت كده. لان الهانت الفترة يعني مش 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 اساسي لحد ما بالنسبة لي. يعني بفوق اتفاضي كده قد اخل اشوف اي بروجره ملطش فيه. وبنجي ماشي جبت حاجة جبت ما جبتش على اللابة. الكيز دي انا لسه بعت البط هي لسه ما تريدش ولا بص عليها حتى ولا هي لسه نيو. مس انا كنت باعتها والكيس عجباني. الكيس فعلا. اه يعني الموضوع جميل الموضوع كده الكيس اللي حصلت دي جميلة بالفعل انا حالة بالفكرة وفاكرتها مضحكة الى حد ما. فهش ارغب معكم حالة. طيبة وعالة. دلوقتي فلنفرض ان احنا عندنا اه الموقع او الابليكيشن انت كاونر بتقدر تعمل البروجيكت. في البروجيكت ده في حاجة ما اه المتعاونين او اللي فيه. حلو بتدخل نفس ساعدك. يعني اطلج معاك شوية حاجات وحاجات كده. انت كاونر ده اساسي. عندك تحتيك في الادمن. يعني هو لكل نفس الصلاحيات بتاعتك. ولكن احنا عاملين فروق طبقية فانت الاونر والادمن. يعني ما يقدرش يشيلك. يقدر يديف اوكي ما يقدرش يخليهم اونر. دربت ده كالوجيك باك برضو. اه يقدر يعمل كل حاجة يمسح اي بي وايز يعد اي بي وايز يديف اي بي وايز كل حاجة انت تعملها. ولكن حفزا للطبقية. اه فلازم نعرفه انك صاحب البروجيكت. بس زيك زي. حلو الكلام. طب ايه روح تبا يا معلم لو خلناك كاونر ما تقدرش يشيل الادمنستريتور ده. يعني انت داخل كده حاول تشيل الادمنستريتور ده وبيتشلش. تحطه مسلا من الادمنستريتور لموديريتور وما بينزلش. فهو كده عملتك اوبر تعريبا للبروجيكت بتاعه. فمامني فالكيس كانت ظريفة ومضحكة وبتشيل الارجنيزيشن يعني من وجهة نظري حاجة زي دي. اي نعم حتى لو في عملنا 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 بكذلك ولكن عاطفت دي مش تبقى ممكن تبقى له عادي. فالقصة بقى ان الادمن ده اللي عمل تكوبر البروجيكت الاونر ما يقدرش يشيله ولا يقدر يعمل دونجريد للرول بتاعه. دي اكسس بقى على الاي بي ايز ودي اكسس على كون البروجيكت فاة لو الاكاونت مسلا تعرض لهاك او بدأ اي ملابيلات حاجة في الشركة طبيعي الاونر يشيله او يتروضه مسلا. فالبقى حصل علي ده كده وخلاص امتلك البروجيكت وهو بقع بتاعتي. طب جميل اول حد هنا اول جوزة وهو ما لعملت. الكيز بقى هنا او الصفحة بتاعة دي اللي يحطيه انا ما قلت لكش على تقريبه من اه كانت ده الاساسي. وبساحته ممكن بقى يعين يا ادمن يا يا حاجة اسمها ريد اونلي. هلو يعني دول التلاتة تحته هو وبيقدر يعين يا ادمن يا ساب بورت يا ريد اونلي. هل ما عارفش ايه ده بس اشتاعي. المهم الكيز بتاعتنا بقى هنا معلم بتاعتمد على ان اه انت خلاص ما تقدرش تشيل الراجل ده من البروجيكت. مش شرط ادمن اه اي رول موجودة عندك انت حاليا درش تشيلها او تعمل لها او تعاليها حتى. وخلاص صوت معك في البروجيكت. وغصب عنك وعنه. فالموضوع الى حد ما رخم على الاونر. نيجي بقى للجانب التكنيكال شوية في البضل. كان فيه في الصفحة بتاعة الكولابوريتورز دي تلات ريكوستات بالزبط. واحد بيديف كولابوريتور والتاني بيعدل الكولابوريتور او بيداونجريد او يقبل الرول بتاعته. والتالت انه يمسح الكولابوريتور دي. التلات ريكوستات بالزبطة الرويس كان وشان عليها عن نفس الاند بويت. ولكن الفرق ان الاد كولابوريتور بيعمل بوس. الالت رول بيعمل باتش او بوت على ما اتذكر. واللي بيمسح الكولابوريتور بيعمل دري. حلو الكلام? جميل الكلام لحد ده. انا جرب تلقائيا واسناء اللعبة والتدوير كده كنت واجرب اني احط في الاميل اللي انا بطيفه. حلو الكلام? فطلع لي ايرو. قال لي ايميل يعني بتاع انك تضيف او تعدل او تمسح موجود فيه اتنين. الولى الايميل والتانية الروي. فانت لو وزن بتضيف واحد جديد كادمن فبتبعت الرول ادمن وتحط ايميل. ولو بتعدل فبتحط نفس الاميل وبتقوم جاي كذلك حطت الرول الجديد. ولو بتمسح فبتحط الاميل والرول الحالية وبتعمل له المثل دليل. جميل لحد انا? جميل اول حد انا. اما بس اي نمسح الكاميرا كده ايوة كده يا عم نوار لي واشا ايه. نوار لي واشا. فالقصة بقى دلوقتي ان انا جربت احط لما قلت لك special character في الاميل وانا بضيفه. يعني جيت على حرف زي كي مسلا وانت حطت له كده كي اللي هي بيقافيه شارطة في النص دي. وقام طلع لي ايرو. قال لي ايميل is invalid. طب يا عم ماشي ايميل is invalid مش هتضيفه ايش. انا سألت نفسي. طب بما انه نفس الريكوست ونفس الاند بوينت تي. وكل اللي بيتظاهر هو المثل صبعا بقى post, badge, put, delete وهكذا. ايه رائيك لو هو جيه يمسح حد معاه already في البروجيكت ده وطلع له نفس الارور. يعني هو جيه يمسح واحد مثلا والاميل اللي نفس الvalue دي الامبوت ده اللي القيمة اللي دفلة بتاعت الاميل كان فيها already special character. فالريكوست والاند بوينت لما اتبعت عقول الاميل is invalid برضو. حلو? فالسؤال اللي جيه هنا قدامي طب ازاي اخليه يطلع له الارور ده. يعني انا كادمن او كمودريتر او كريد اونلي او كسابول. ازاي اخلي الاونر وهو بيعملي delete او بي up او يطلع له الارور ده. عن طريق ان الاميل بتاعي انا يكون فيه special character. حلو? يعني special character تكون في محتوى الاميل بتاعي. فلما هو يجي already yamil delete او downgrade. فالاميل بتاعي اللي هيكون فيه special character. انا هيبعت الريكوست. ايوم جايه يطلع له ايميل لا يقدر يشني ولا يقدر يمسحني من البروجرم. والموضوع يبقى في منطقضضح. فانا عملت ايه. قمت داخل امعلم من بروفايل الادمن او المدريتر او الرول اللي تحت يعني امتلا اللي موجودة في البروجيكت ده. وقمت جاي عامل update للاميل. طبعا حاولت احط special character اه من user interface يعني في البراوزر قدامي. ولكن الموضوع ما زبطش بسبب فايلات الجاباسكريب. طلع لي error قال لي كده او ايميل input is invalid ومش عارف ايه. فعملت intercept وامتحضت ال special character letter ده في request. من وراء البرب يعني قمت مع عدل الايميل. تروح بعد refresh من side بتاع الاونر تيجي تبص على الايميل اللي موجود في التاول بتاع الادمن او الرول اللي تحت الاونر دي. موجود فيه بالفعل اللتر ال special character انت حض. طب جرب يا معلم امساحه وطلع له الارف. طب جرب يعمل له downgrade برضو طلع له نفس الارف. ليه لان already محدود في ال special character. فدي كان لطيفة حصلت معايا. اه الموضوع اللطيف وظريف بسرعة ومضحك. انا متوقع ان الباقي دي اه بتتقابل كcritical. طب قوي يعني حزبتي. لكن هي ممكن تتاخد كهاي برضو. بسبب ان ممكن يحتسب الاتاك كمبلكسبليتي اه هاي شوية. بدل له. لكن مش عارف. فنطرك الامر للترياجر. كده كده اقدم ده كريتيكال. وهبقى في نقاب برضو معاكم على تويتر الابديتس عن البجاية دي. اه اتمنى سيناريو لوجيك زي ده يكون اه فادكم الى حد ما. اه الموضوع بسيط وما فيوش اي تعقيد. مرحبا بكم في لالي الشتاء الشتوية. انا الان في الساعة تلاتة اللي تلت المفترض عندي شغل الساعة تسعة السبن. وانا قاعد بسجل. اه لان الرهد يتعب ويفرقت كده يفرفص من التعب. الحياة محتاجة شقة وفرهضة. لكن طبعا النام بدري. وصحة بدري. بيه اكتر حاجة بعملها. لكن انا اه خارج برا روتين لومي شوية الاسبوع ده. عشان انا وراك اكتر من الحاجة يعني تتزبط فبصر الفترة دي. انا لسا اطبق النهاردة. مش عادة انا بصدق لكم ليهو الموضوع ده. مش عادة. بس يا وعادة. ده كان كل ما افتح الفيديو النهاردة. انا يكون السيناريو فادك. ويهي? اه هننزل شوية بيديوات حلوة للفترة اللي جاية. حتى لو الموضوع مالوش علاقة قوي بالا 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 بالقصة يعني بتاعت ان الهاكينج او اللي بتعلم الحاجة جديدة او مشرف التاكس او نعمل حاجة. الموضوعها بالكاكة. توجب يبقى حلو كده فيديو للزوز. وتستفيد تاخد فكرة نظيفة. اعتبارها راي طب بنصل على ايه فيديو. فألقاكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.